في عملية عسكرية وصفت بالخاطفة احكم الجيش الوطني والمقاومة سيطرتهم على مديرية الغيل اكبر واهم معاقل ميليشيا الحوثي في محافظات الجو مصادر في المقاومة الشعبية اكدت سيطرات الجيش والمقاومة على قرية الغيل مركز المديرية وقرية العرض اخر معاقل الميليشيا هناك التي تخوض فيها القوات التابعة للحكومة مع ميليشيا الحوثي معارك عنفة منذ اسابيع فيما قالت مصادر عسكرية ان هذه العملية تأتي في اطار عمليات عسكرية اوسع تسعى لاستعادة السيطرة على المحافظة وتطير ما تبقى من مواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع واشار مصدر في المقاومة ان العمليات تمت بالتنسيق مع التحالف الذي شنت مقاتلاته غارات مكثفة على مواقع للميليشيا بالتزامن مع هجوم الجيش والمقاومة وهو ما مكن من حسم المواجهات ودخول مركز المديرية وتعد مديرية الغيل من اوائل المديريات التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي عقبة والسعيها من محافظة صعدة حيث تمثل مركزا لعملياتها في الجوف والمحافظات المجاورة وبخسارتها تفقد ميليشيا الحوثي مركزا مهما لها في محافظة الجوف فيما يتقدم الجيش والمقاومة خطوة مهمة على طريق استعادة كامل المحافظة التي تتمتع بميزة استراتيجية تتمثل بكونها طريقا مفتوحا الى كل من صنعاء وعمران وصعدة اهم معاقل الميليشيا ومركز سلطتها